وضع المكتب الوطني للمطارات تدابير مهم على مستوى المطارات المعنية بعملية الحج من أجل ضمان إنسيابية تدفقات الحجاج وتوفير أجود الخدمات لهم وذلك بمناسبة موسم الحج 2023 وحسب بلاغ للمكتب فإنه تطبيقا للإجراءات المتعلقة باستقبال الحجاج والتي تقضي بتسهيل وتقديم المساعدة الخاصة لهذه الفئة من المسافرين فقد وضع المكتب منظومة هامة من التدابير بالمطارات المعنية بهذه العملية ويتعلق الأمر بزيادة في عدد مستخدمي الاستغلال المطارية المكلفين باستقبال الحجاج بالمطارات والذين يمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال ملابس العمل الخاصة بهم وتتمثل مهمة هؤلاء في رعاية وتوجيه وتزويد المسافرين بمختلف المعلومات ومساعدتهم للتعرف على مختلف الخدمات المتاحة إليهم